طبعاً أنا لسه بقول لك محاولة لتشتيت تركيز اللعبة بما فيها أزمة إمام عشور خارج الملعب ما تخرجش المشهد ده من تعمد خلق مشكلة للعب وهو لازم لعبتنا تخلي بالها بالنقطة دي بقى ما نديش لحد فرصة يخلق لنا أزمة واستدرجنا إلى حيث نريد الوضع مش كويس أنا مش سعيد بالمشهد الكروي مش سعيد للي وصلنا له وكنت أحذر من سنوات من كلمة التحفيل المستمرة لأن بقت هدف لدرجة أن الصفقات بقت هدف ما بقتش وسيلة يعني عملتها لما عملتها عملتها تاخد كاس مصر في الصفقات ده مطلوب عشر صفقات أجانب حيث تروحوا فين وبالأسماق كل يوم الناس تأكدوا وناس تماشي الغريبة جدا 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 أنه كولر ينسى بليه كل يوم هو حيماشي مين تقريبا ما قاعدش حد من الفرقة